اشتركوا في القناة نعم أعلم ذلك سوف نذهب أولا لأداء مهمة سريعة ولكن سوف يصبح الأكل باردا عندما نصل لجدتي هذا الطعام ليس لجدتك إنها المهمة التي يتحدث عنها والدك هيا يا نورا رافقيني وأحضر القدرة الصغير لمن هذا المنزل؟ وهل سنوطي لهم هذا الطعام يا أمي؟ صبرا يا نورا ستفهمين بعد قليل أم فواز أهلا ومرحبا تفضلوا بالدخول شكرا يا خالة نحن في عجلة من أمرنا لقد أعددت لك هذا الطعام حتى تعطيني رأيك ونصيحتك في الطبخ جزاك الله خيرا يا أم فواز وبارك لك في أولادك بعد هذه الرائحة الرائعة للطعام لا أعتقد أنك تنتظرين مني نصيحة سلمت يداك في رعاية الله من هذه المرأة؟ ولماذا أعطيناها الطعام؟ هذه امرأة تعيش وحدها ولا يوجد من يعتني بها ولذلك خصصت أنا وكل صديقاتي يوما لنقوم بإعداد الطعام الساخن لها هذا هو الإحسان أما القدر الثاني فهو طبق جانبي ليكون الإحسان أجود وأفضل حسنا في المرة القادمة يا أمي سأهتم أنا بتحضير الحلوى للسيدة العجوز فأنا أرغب في أن أشارككم الإحسان أهى أما أنا فسأهتم بحمل هذا الصغير بيدي في كل مرة أهى 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 أه